شخص صالح ما مذهب أهل السنة والجماعة في وجه الله إثباته كما جاء إثباته كما جاء سبحانه وتعالى أن لله وجها لا يشبه الوجوه وله صفات لا تشبه الصفات وإن كانت أسماؤها موجودة في المخلوقين فإنه لا تشابه بين الصفات الخالق فصفات المخلوقين إلا في اللفظ فقط أو في اللفظ والمعنى وأما الحقيقة والكيفية فلا يعلمها إلا الله سبحانه ولا تقاس أو تشبه بصفات المخلوقين